من اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تم تشكيل حكومة حرب وحكومة طوارئ وبدأ تصدير صورة للعالم أنه إسرائيل صف واحد وأنه فيه جبهة واحدة الآن لازم نلتف عشان ننتقم وعشان صورة إسرائيل وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هل الصورة دي حقيقية فعلا؟ أنه المجتمع السياسي الإسرائيلي يقف صف واحد وراء نتنياهو ولا بنشوف أصوات بتطالب إقالته أصوات بتطالب المحاسبة حتى الآن وهم في لحظة حرب يعني تم إعلان الحرب في الكنيسة بشكل صريح المشهد داخليا في إسرائيل هل هو مشهد استفاف والتفاف بالفعل حول القيادة العسكرية والسياسية ولا مشهد فيه نوع من أنواع المعارضة ونوع من أنواع المحاسبة كمان هو البداية كانت مزايدات لدرجة أن رئيس إسرائيل ومنصب شرفي تم توسعة صلاحياته وفي هذا إقالة عملية لرئيس الوزراء تم توسعة صلاحياته على حساب نتنياه لكنه كان يتخذ مواقف متشددة بمعنى أن المدنيين في غزة يمكن استهدافهم طرامة أنهم لم يزيحوا حماس وطبعا دي كذبة كبرى لأنه ما فيش حد بيقدر يزيح حد يعني فكان هم أزاحنا تانية وحماس بيتمثل فكرة المقاومة فصيل مقاوم للاحتلال زي ما أوكرانيا محتلة وإحنا بنقول يا عالم دعموا مقاومة الاحتلال الروسي لأوكرانيا طبعا هي فلسطين دولة أنا عايز أوصل للمجتمع الإسرائيلي المجتمع الإسرائيلي بدأ يتغير بدأ يقولوا المجموعة بتاعة أصل وتطلع تاني اللي هم كانوا مهمشين المناصرين اللي وصلوا مصار دوت هو اللي بيحقق أمن إسرائيل يعني يا دكتور محمد هو الخلاف حوالين إزاي نحقق أمن إسرائيل مش من باب الأخلاق ولا القانون الدولي ولا إنما المصلحة بتاعتنا اليسار بيقول كيرا تمشوا ورانا في مصار أصل اللي هو إيه ندي الفلسطين أفق لأن فيه إمكانية لحل سلم إن فيه في الأفق كحديث عن دولة فلسطينية الحديث بقى يكون إيه أقل من دولة وأكتر من حكم ذاتي إنما يبقى فيه أفق وفيه مفاوضات إنما دخلنا في مستنقع فيه بنجفير فيه سموتريتش فيه اقتحامات للحرم القدسي فيه تدنيس للحرم القدسي فيه اقتحامات للمخيمات فيه تدمير البنية التحتية للمخيمات اللي في الضفة اللي ما فيهاش حماس فابتدوا بتعقصوا دولة يظهروا اللي هو منتوا كنتوا بتقولوا لنا إيه انتوا بتقولوا إحنا ماضينا أصلوا وفيه خسائر لسه بتحصل بين الإسرائيليين لهم طب كواه سوي إنتوا في يوم واحد مات خمس أضعاف سنوات أصلوا كان فيه الفترة اللي فاتت انتقادات حدة بتوجه لنتنياهو لأنه لغاية أسبوعين مثلا من بدء الحرب على غزة كان لم يعترف أبدا أن هناك تقصير ولم يلقي باللوم على نفسه على الإطلاق وكله دايما كلام مرسل على أفراد أو أطراف أخرى ولم يلقي باللوم على نفسه وده كان بيواجه بانتقادات حدة من قبل الشارع الإسرائيلي هل ده مازال مستمر بعد الاجتياح الغاشم اللي بيحصل لأهلين بغزة؟ طبعا نتنياهو قولا واحدا مستقبله خلفه بمعنى أنه كانت محروق أنه بطة عرجاء أن حتى وزير دفاعه ورئيس أركانه تم الإطاحة بيوم عمليا بالاستعانة بجانتس وزير الدفاع السابق وبإزن كوت هو استعانت بالجنرالات لأقودة وساب يائر لبيت زعيم المعارضة وساب أفكدور ريبرمان السياسي صاحب الخبرة فبالتالي وهمش بن جفير برضو قطاح به عمليا فهذه هي الصورة حاليا حكومة الطوارق تحاول ترميم الصورة تحاول أن تكون هناك قدرة على الرجع تحاول ترميم الصورة فين؟ في الشارع الإسرائيلي؟ أو تحاول ترميم الصورة المصدرة للعالم؟ لأن تختلف تماما أهم حاجة عنده محصلش هجرة عكسية خارج إسرائيل هي إسرائيل قايمة على الردع وقايمة على الهجرة أن تأتي إليها أنها تأتي إليها هجرة في مجموعة داخل الجيش الاحتلال مرتزقة هم مش يهودة لحاجة وجايين فوق الـ 50 ألف واحد دول يقولوا بدون عائلة ومش يهودي في نفس الوقت فيه مستوطنين كده هو جاي الأسباب اقتصادية فمش عايزوا يعني يجري مش عايزوا يترك إسرائيل كلها والأول مرة بيلاقي خيام عند إيلات معسكر خيام هي المستوطنات اللي في غلاف غزة اللي راحوا وكمان الشمال انضغط لتحت فابتدت الهواجس لدى الجانب الإسرائيلي ذهر ذا الرأي العام الإسرائيلي خاصة في ظل الضغوط الإقتصادية أنها تراجع نفسها لدرجة أن فيه أصوات في الداخل بتعرب عن قلقها من أن ينفض بايدن يده عنه يعني نتنياهو فاست نتنياهو متهم بأنه مرر الغواصات أنه أخلي بالتوازن ومقابل منفعة شخصية يعني وافق لألمانيا للشركة الألمانية والألمانيا أنها تخلي بالتوازن في المنطق فبيقولوا إحنا بنسمع أي حد معنا نتنياهو بنصدق أي حد خارج إسرائيل فحاليا دلوقتي بيقولوا يا بايدن ده مين اللي بتكلم الجارديان وعمل صدى مبارح في إسرائيل قوي جاد الجارديان بتقول يا بايدن أنت نتنياهو بوراتك مصالحنا هتبقى فيه خاطر راجع نفسك إحنا مش عايزين نخش في الموضوع